أم آخر ينقضي والليبيون ما زالوا يترقبون الخلاص فقد وجد مطلع 2020 حكومة الوفاق الليبية محاصرة في رقعة ضيقة غربي البلاد أمام هذا الواقع غيرت تركيا من قواعد اللعبة مستغلة تفهماتها الموقعة مع حكومة الوفاق في 2019 فبات تدخلها في هذه الساحة علنا وبلا مواربة في يناير الماضي خرجت تقارير تتحدث عن أن مئات المرتزقة من سوريا البعيدة بمئات الأميال عبروا نحو طرابلس بأمر من أنقرة بعدها أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت في التحرك إلى ليبيا غير أبهة بكل التنديدات الدولية وبالتزامن رصدت التقارير ما رصدت من شحنات أسلحة أرسلتها تركيا إلى هذا البلد دعما لميليشيات طرابلس دون أن تكتلث بالقرار الدولي القاضي بمنع توريد السلاح إلى هذا البلد مدى التدخل التركي أمد الفوضى واكتضى الميدان بالمرتزقة فخرج الليبيون مرارا خلال 2020 في مظاهرات حاشدة في بنغازي وغيرها من المدن ترفض التدخل التركي بكل أشكاله كما تجددت في أغسطس الماضي الاحتجاجات ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس ودع المتظاهرون خلالها إلى تأمين أبسط الخدمات في بلاد تعوم على النفط وعلى خلفية تلك الاحتجاجات تجدد الخلاف بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتح بشاغة وتوعد بشاغة حينها باستخدام القوة ضد الميليشيات المسلحة التي أشار إلى تبعيتها للسراج بزعم حماية المتظاهرين أمنيا مضت الأمور في ليبيا من سيء إلى أسوأ وطال الخطر الداخل والجوار مما استعجلت تحركات الدولية والإقليمية لفتح آفاقد للحل السياسي وتعددت كذلك في عام 2020 مسارات الحوار الليبية الليبية فانتقل الملف بين برلين وجنيف والمغرب ومصر وتونس ونجحت الاجتماعات العسكرية 5 زائد 5 المنوثقة عن مسار مؤتمر برلين في تثبيت وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي لكن التفاهمات الميدانية لم تترجم على الأرض وما زالت ليبيا إلى الآن تتحسس طريق الاستقرار ترجمة نانسي قنقر